لو كنت صائم الخميس أو الجمعة وصليت ركعتين قبل المغرب مثلاً بنصف ساعة وصليت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقعدت أقرأ الآية 35 من سورة النور كذا مرة حتى أداني المغرب فده لإن اعتقادني ده يغير حياتي وأشوف الخير كله فلاذا بدعة؟ البدعة تأتي دائماً مع التخصيص يعني إذا الإنسان ظن في ذكر معين أنه يجلب له شيء معين دون توقيف من الشرع فهذا بدعة لأن الله عز وجل قال أملهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به إلا فالإشكالية أنه حدد أجر معين من عند نفسه اللي هو يشوف الخير كله وحياته تتغير إذا فعل هذه الأمور متتالية من أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل على ذلك؟ هذا من البدع والعجيب أن الناس بتمسك في مثل هذه الأمور وتطرق ما بيّنه الشرع اللي يغير حياة الإنسان التقوى اللي يغير حياة الإنسان الأعمال الصالحة اللي يزول الهم والفرق والإلهم والضيق قسرة الاستغفاء فيلجأ إلى الله ويزكسر من ذكر الله عموماً لا يحدد أشياء معينة يكسر من ذكر الله عموماً يكسر من الدعاء يكسر من الأخذ بالأسباب يسأل الله سبحانه وتعالى يفعل الخيرات يدعو ربه سبحانه وتعالى على قدر ما يفعل الإنسان ذلك على قدر ما يؤجر بفضل الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة